كنتم في الطريع لأن أنت حتبني بناء على معلومات وحضرتك طبعاً أعدت ربما خلف خطوط العدو لفترة ماشي قليلة هو حقيقة قبل وبعد عايز أقول حاجة أن نتيجة الموقف بتاع 67 لما صدرت الأوامر للقوات المسلحة بانسحاب يوم 6 يونيو 67 والثابت أنه ممكن صدرت قبل كده كمان إنقادة اللي كانوا رايحين يستقبلوا المشير عامر في المطار لما حصلت ضربة جواهة وهم راجعين فلا القوات بتراجع انتوا راجعين لقلوا من جتلنا الأوامر من مصر ده كلام اللي قالوا فريق مرتجح حتى كان قاد جابع في الوقت ده إذن هذا الجيش بعظمته وبكل يعني وأنا بقول كلمة وأنا عارفها وساد لواء يؤيدني في هذا ربنا خلق سيناء عبارة عن ثلاث مصفوفات جبلية حقق الشرقي الحقق الأوسط الحقق الغرب لسيناء هذه الحواقق الطبيعية لو تمسك بها أي جيش مش هيقدر العدو إنه يزحزحه بسهولة وده اللي حصل في 56 النسارية وقفت لواء ومعا كتيبة ومقدرش يخترق فيها ولا ميت متر في سنة 56 وخسرته ده كان قائد عشرون 38 جند وظابط من عنده فلما تيجي أنت تديني أمر بالانسحاب ونسا الناس زي ما بقول المشير الجامسي لم يكن هناك أي اشتباك زو قيمة وتد أمر للقوات بالانسحاب فالمهم نتيجة الانسحاب الخاطئ ده القوات رجعت يوم 9 يونيا 67 القيادة فوجئت إن عناصر الاستطلاع ما زالت موجودة في سيناء ما رجعتش مع قواتها وبتبلغ ودي كانت أول نقطة قوة تمساكت بها القيادة ليه لأن طبيعة عنصر الاستطلاع إنه بيصاحب العدو مش بيصاحب القوات فهو بيبقى مع العدو ويبلغ القوات بتاعته عن العدو عشان تتعامل معاه فكان أول نقطة قوة اكتشفتها القيادة فقررت الإبقاء على عناصر الاستطلاع زمهية وحضراتكم فضلتوا موجودين بس بقى يعملوا إيه بقى يعني فيه عنصر ما يقدرش يقعد أكتر من أسبوع أو أسبوعين فيبدلوا بمجموعة تانية بس المجموعة اللي هتروح دي تقعد شهر وبعدين مجموعة تتدرب بسرعة ده وتقعد شهرين وثلاثة واربعة وخمسة على مدى الست سنوات لم يخلوا جبل في سيناء من مجموعة استطاعة الفطوط هي دي المعلومات اللي خلت سيناء كتاب مفتوح قدام القيادة العامة تخطط خطة الحرب اللي كانت الحمد لله رب العالمين ضربة جوية بضربة واحدة أهداف ضربتين فوفرنا ضربة المدفعية اللي كانت بتطلق نيرانها ما شاء الله عليها يعني أسكتت ودمرت كل الأهداف في المتناولها كل الكلام ده عناصر استطلاعها واستمرت إنما يعني عايزة أقول حاجة إن ما قيمة المعلومة إلا ما يتم التعامل معها الصح يعني كان فيه تعامل في منتهى الحسب سواء كان مقاتل جوية أو الدفاع جول لكلنا بزي بنقول طبعا كان بطل نخلع له القبعة يكفي يكفي إن لما جه يوم 7 أكتوبر 73 الولايات المتحدة أرسلت وده الكلام ده كاتبه في مذكراته رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي ديفيد العازة بقول لك في الساعات الأخيرة من يوم 7 أكتوبر 73 استقبل مطار بن جوريون في إسرائيل ضابط اتصال كبير رفيع المستوى من الجيش الأمريكي ونزل في مطار بن جوريون وفي الساعات الأولى من فجر يوم 8 كان في القيادة العامة بقول لهم إيه الموقف قالوا الموقف سيء جدا قالوا فيه خط برديف أخباره إيه قالوا ما عادش خط برديف المصريين عبروا واستولوا على خط برديف ودمروا اللي كان فيه طب وفين الزراعة الطولة القوات الجوية قالوا للمصريين دلوقتي أي طيارة بتقرب من القناة أقل من 20 كيلو بتسقط أنت تنصحنا بإيه قالوا لهم لا أنا مش جايب نصحنا جايب أوامر قالوا لهم خير قالوا لهم رقم واحد لابد من إخراج الدفاع الجو المصري من المعركة لأن يعني ده أهان السلاح الأمريكي أيهما أهانه مش الإسرائيلي أمريكي الأمريكي آه طبقا آه لأنه هو ده كله تسلاح أمريكي اللهم أهان السلاح الأمريكي فلابد من إخراجه من المعركة نمر اتنين لابد من الاستلاء على أي مساحة من الأرض غرب القناة لكي نستطيع أن نتكلم مع السادة وقفة طبعا بولك حتى في ديف ده أقول لك لما بصين قالوا بنقول لك ما عادش فيه حد بنلم الشاردين دلوقتي تقول لي أنه نستولي على أرض غرب القناة وانطلعت سلاح الجو المصري من المعركة وأنا مش قادر أقترب حتى المساحة 20 كيلو أنا قلت اللي عندي أنتوا عنزين قالوا يعني إيه قالوا فيه دلوقتي الرئيس نيكسون أعطى أهم تجهز جسر جوي لنقل كل مطالب وبدأوا فعلا يطلبوا كل المطالب بتاعتهم اللي جابوا لهم أحد السلاح في الترسانة الأمريكية وفي وقت من الأوقات كان فيه طيارين أمريكيين بطيارات أمريكية بيقتلوا معاهم حرب الإلكترونية غاية في التقدم بعد ما كنا متقدمين على إسرائيل في الحرب الإلكترونية تديرنا من يوم 12 نحس بالتغير وسأت لو يقولك عليه في الحرب الإلكترونية اللي بدأت عملت الجامنج على منطقة الصغرى اللي هي بين الجيشين ولا رادار شايف طيارة ولا قائد عارف يتصل فحصلت حالة من الارتباك في صفوفنا لكن الحمد لله استوقناها بعد كده وحقنا النصري اللي احنا هنتكلم عنه أوليسي